لكن أكيد الحدث الأهم النهاردة هو لقاء المغرب يعني إحنا كنا حتى وإحنا جايين كل واحد أي شاشة كده يقف بيتفرق عليها عشان يعني نستعد للحلقة لكن فعلا أنا أشعر أن الشارع المصري كمان أنا أتكلم عن المصري أنا شايفاه وامتبعاه عن طرب فيه اهتمام غير عادي بمباريات المغرب لأن هم بدأوا يحققون الحلم اللي طال انتظاره وبدأ أنه يتحقق كيف تبعت هذا اللقاء النهاردة قبل ما نتكلم فنيا نهاردة إحساسك وشعورك بوصول المغرب لهذا الضوء والله هو إحساس كل عربي عربي مش هكلم على مصر بصفة خاصة لا بكلم على كل عربي هو فخر العرب كلها المغرب طبعا هم مقسود مربطين رجالة والأهم من كل ده اللي أنا بتكلم فيه وكلمت فيه مع الناس كلها إن المغرب ما طلعش بموضوع القرى سيدة أمان اللي أخذتها بالقوة لا ده بتلاعب قرى فيه قرى وفيه أداء وفيه مدرب كويس فيه وريد رجالة 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 تمانية وسبعة عربين سنة سبعة عربين سنة وطني يعني مش أجنبه قليلا حاجة وطني وبشتغل بكل موضوع فهي فرحة لكل العرب وكل العرب والأخصات من مصر طبعا فرحانة جدا لأنه مصر اللي بتلعب لأنه فعلا والله العظيم أحنا شعرنا سابعين وحنا بتفرج برة لأنه مصر عاديدنا بص على الوقت الضايع طب تمانية لأوسستا مش عالك ايه فالحمد لله فعلا فخر يعني شوف حضرتك جاي قد ايه قبل الحالة قد ايه علشان تتابع احداث اللقاء هنا وجينا كده على فكرة وجينا وشوفنا عشان نبكون ملمين باحداث هذين اللقاء طبعا طبعا فده يعني اكبر دليل على مدى الاهتمام وده غير بقى نهيك عن الشعب تقريبا كل حتى اللي ما بيحبش الكرة على فكرة عارف نهارده نهارده بوراة المغرب يالساعة كم ساعة خمسة ولا ساعة تسعة مين فيهم اللي يلعب لا اسئلة كتير جات لنا فيه اهتمام كبير والحمد لله هم فرحونا كلنا الناس مشواخدة بالها منا وليد الرجل رجل عامل قائد في الملعب يعني وليد الرجل رجل رجل عامل قائد بره فيه قائد في الملعب يعني فيه سفين المرابط ده بصراحة حاجة مش ممكن فده ممكن يتم اختيارك من افضل لعبين والله والله مدرب في الملعب هو بتعامل بتعامل احنا انا كمدرب ببقى بره مثلا اتكلم مع اللعبة كذا 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 فيه بقى في الملعب قائد اللعبة بتحب بتسمع كلامه ويعني هنزد على ده كمان انه هو لعب كويس لعب كويس جدا جدا يعني سفين ده قائد في الملعب وكمان حلول ما شاء الله ما شاء الله دفاعي شغال بيشتغل بكل حاجة وده اللي احنا مفتقدين للفترة الاخيرة مساء الخير واهلا بيكم اسبوع جديد وكلمة اخيرة والمغرب يصنع التاريخ مرة جديدة ليصبح اول فريق افريقي وعربي يصل للمربع الذهبي ونصف نهائي كأس العالم ويفوز على بورتوجال رونالدو وبابي وراموس واحد صفر الاحلام يمكن ان تتحقق تتحقق ازاي بالمجهود بالقتال بالعزيمة بالتخطيط هذه كرة القدم يا سادة لا تعرف المستحيل وهذا ومنديال المفاجآت زي ما شوفنا المانيا بتخرج من دور المجموعات والبرازيل بتخرج من دور التمانية بعد هزمتها قدام كرواتيا قلنا ليه لا يمكن المغرب يعمل المستحيل والمعجزة ويهزم البرتغال رغم ان البرتغال قبلها كان مكشر عن انيابه بست اهداف ستة في شباك سويسرا كان الامل ضعيف لكن كان دايما فيه امل وفيه امنية واصبحت حقيقة باقدام اللاعبين بتخطيط الرجراجي وهدف يوسف النصيري وبسالة الحارس العملاق بونو مباراة افلها المغربة افلوها ضبه مفتاح زي ما بنقوله عرنها حماه بونو الحارس الوحيد اللي حافظ على شباكه نظيفة ثلاث مباريات متتالية في البطولة وده يعني من المرات النادرة ان فيه اي بطولة عالمية خاصة ان كاس العالم يبقى فيه حارس شباكه نظيفة ثلاث مباريات وراء بعض صد منها قذيفة رونالدو هو مش قدام اي حد ده منها انه هو صد قذيفة لرونالدو بعد الهدف الاولاني اللي جيه في الشوط الاول عشنا ضغط رهيب طول الشوط التاني حتى الثواني الاخيرة حتى الثمن دايق اللي في الوقت بدل الضايع دلوقتي الوقت بدل الضايع بقى طويل جدا وبقى بيمسلنا نفسنا بروح ضغط من البرتغال ضغط قاتل من البرتغال الا ان دفاع الاسود المغاربة قفلوا الماتش ضبوا مفتاح عندهم واحد الطرط كمان قفلوا الماتش فضلوا وقفين الماتش وعالفكرة التقفيل الماتش ده خطورة جدا ده خطورة لان اي يعني هجمة انت ممكن تضيعك ده فريق عارف عايز ايه ده فريق بيفرض رتمه على الفريق المنافس ورغم ان هو كان قافل دفاعيا الا ان هجماته المغتدة كان عنده هجمتين تلاتة خطيرتين جدا فريق ما وصلش دور نصف النهائي بالصدفة يعني فيه فرق كانت مجموعتها ضعيفة لا ده فريق ما دخلش فيه ولا هدف طول البطولة على الرغم من انه او هدف دخل فيه يعني هدف واحد الحقيقة والحقيقة جابوه في نفسهم لكن غير كده ما دخلش فيه ولا هدف تاني على الرغم من انه لاعب كرواتيا وصيف 2018 بلجيكا تالت كاس العالم 2018 اسبانيا وصيف يورو 2020 واحد المرشحين لكاس العالم والنهار ده البرتغال واحد من المرشحين ايضا يبقى ايه؟ يبقى فريق يستحق ما وصل اليه مبروك مبروك لمنتخب المغرب النهاردة عندنا شعور كلنا ان احنا مغربة المصريين السودان اليمن الخليج الكويت كل مكان النهاردة يتحدث عن الانجاز المغربي العربي والافريقي غير المسبوق المغربة النهاردة صنعوا التاريخ حلقة جديدة من 90 دقيقة هنحتفل فيها مع حضراتكم بالفوز المغربي العربي الافريقي اللي بيحصل لأول مرة في القريخ أول منتخب يتأهل لي المربع الدهبي أو نص نهائي كاس العالم أول مرة تحصل مشاهد مبهجة مفرحة وحالة من الفرحة الحياة في الوطن العربي كله أهلا وسهلا بك حسين أهلا بك يا هابا ومبروك ومبروك لكل العرب سعادتنا النهاردة بالغة وغامرة والسعادة من المحيط للخليج واحتفالات في كل شوارع العرب بانتصار تاريخي وحدث استثنائي فريد المغرب في المربع الذهبي على الأقل تضمن رابع العالم في إنجاز إفريقي وعربي غير مسبوك في إنجاز يفتح شهيتنا جميعا أن نعمل أكثر حتى نستطيع أن نصل إلى موسط المغرب ونحتفل معهم بوصولهم لربع النهائي في إنجاز الحقيقة لازم أتوقف عنده كثيرا هل كنت تتوقع فوز بالطريقة دي؟ يعني إحنا دايما لتقولي بقى كورة أوروبية لتقولي كورة لاتينية النهاردة الكورة عربية الكورة إفريقية المنتخب المغربي عمل أداء أكثر من رائع من أول بداية البطولة تعادل مع كرواتيا فاز على بلجيكا فاز على كندا والثلاثة كان أداءهم رائع يعني ثلاث منتخبات قوية وتلاث مطشط صعبة وكبيرة النهاردة ده كان حلم كبير قوي النهاردة منتخب عربي وإفريقي يوصل للمرحلة دي ويوصل للشوت أول مرة تحصل مونديال المفاجآت زي ما بيقولوا مونديال استثنائي بكل المقاييس ما كانش حد يتخيل أبدا أن المنتخب المغربي يوصل للمكانة دي ويوصل للشوت دوت عمدهم حلم أمنوا بيه وحققواه ده جنون العالم كله في حالم من الظهول تويتر مقلوب سوشال ميديا مقلوبة مباركات من كل رؤساء العرب من كل الشخصيات العامة للشخصيات العالمية وهنجيب لكم بعض التدوينات لأشهر فناني العالم وأشهر سياسي العالم النهاردة الحلم ليس بمستحيل مع نجوم المنتخب المغربي نجوم العرب نجوم أفريقيا سود الأطلسي مع الكراك اللي يقدروا يسعدوا ملايين وملايين من القرر الأفريقية وأيضا ملايين وملايين من الشعوب العربية العاشقة للمنتخب المغربي حاليا الممثل الوحيد للكرة العربية والأفريقية في المضمار الأكبر والأقوى في عالم السحرة المستديرة كأس العالم المغرب بيسطر التاريخ بفوز تاريخي على البرتغال على كريسيان ورونالد ورفاقه النهاردة اللي يمكن بيغادر الملعب وهو في حالة هستيرية من خسارة المباراة أمام أصود الأطلسي بهدف للا شيء هدف كان يوسف النصيري طبعا كان ولا أروع وكان ارتقاء يفكرنا زم احنا كنا كنا بنتشدك بالكرة العالمية والنجوم العالميين احنا عندنا كمان النجوم العالميين يوسف النصيري لما عمل ارتقاء عالي جدا اللي يحرز الهدف الأول للمنتخب المغربي النهاردة ويرسم الابتسامة والفرحة على كل العرب على كل الأفريق ترجمة نانسي قنقر